رئيس الوزراء قال كمان أنه بيتابع بشكل أسبوعي موضوع الدواء وأنه ابتدى جزء كبير من المشكلة الحقيقة تتحل والأدوية تتوفر وقريبا هنبدأ نحس بضبط سوق الدواء مازال لدينا مشاكل والشركات بتقول محتاجين تصرف المستحقات بسرعة خاصة مع فروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار استكمل كمان رئيس مجلس الوزراء حديثه وقال أنه تم ضخ حوالي 10 مليار جنيه للشراء الموحد خلال الشهرين اللي فاتوا عشان نسدد جزء كبير من الالتزامات والأدوية للشركات ونشجحهم على العودة للإنتاج عشان يتم إعادة الاتزام في قطاع الدواء أنا بتابع برضو أسبوعيا موضوع الدواء وأن ابتدى طبعا جزء كبير من الأدوية اللي كانت أساس كانت فيها مشكلة كبيرة ابتدت الحمد لله تتوفر وزي ما قلت لحضراتكم تباعا هنبدأ نحس إن شاء الله بانضباط سوق الدواء ما زال عندي عارف مشاكل وعندنا شركات بتقول إحنا محتاجين تسرعوا بصرف المستحقات وفروق السعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار ودي شغالين عليها أنا حابب بس إن أنا أقول إن إحنا ضخينا في خلال الشهرين اللي فاتوا لهيئة الشراء الموحد في حدود عشرة مليار جنيه علشان تسدد كان جزء كبير من الاتزامات اللي كانت لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية فبنجتمع بهذا الموضوع علشان نضخ على طول ونشجع الشركات للعودة في الإنتاجية ونعيد الاتزام في سوق الدواء لإن دا كان شيء مهم جدا في هذا الشهر